اهلا بحضراتكم متابعي موقع مصراوي على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة معكم محمد سامي من صالة تحرير مصراوي والمستجدد في قضية احمد فتوح لاعب الزمالك وظهير ايصر منتخب مصر متسرعة بشكل كبير جدا فخمسة ايام منذ الحادث الذي وقع يوم 11 اغسطس الماضي حال النائب العام احمد فتوح الى الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي مخدر الحشيش احمد فتوح لاعب ناد الزمالك اللي اتهم يوم السبت اللي فات او صباح فجر الاحد بقتل امين شرطة المعني بحراسة مقر مجلس الوزراء بالعالمين الى محكمة الجنايات في احالة نعتبرها هي الاسرع من نوعها في مثل هذا النوع من القضايا خلينا اقول لحضراتكم على سبيل التفصيل ما جاء في بان النائب العام واللي توافق بفضل الله مع اللي نشرز مننا احمد جمعة محرر وزارة الصحة ورئيس قسم الاخبار في مصراوي يوم الحد اللي فات بشأن النوع المخدر اللي تعطاه احمد فتوح وكان انفرض ايضا معنا بتفاصيل انه يتتخذ منه عينة اخرى هتروح الطب الشرعي على عكس ما كان مروغ في عدد كبير من المواقع بان العينة التانية هتروح لوزارة الصحة خلينا اقول لحضراتكم ان النيابة العامة تأمر باحالة المتهم احمد محمد ابو الفتوح الى محكمة الجنيات بتهم التعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ احمد فتوح هو موليد 18 مارس 1998 يعني عنده 26 سنة وطبعا عربيوته من العربيات اللي هي نوعها كبير جدا وبتحمل حروف اسمه وكان اشتراها بمبلغ كبير اللوحات نقول بان انها بالعام امرت النيابة العامة باحالة المتهم احمد محمد ابو الفتوح لاعب كرة القدم الى محكمة الجنيات المختصة لمحاكمته فيما نسب اليه من احرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتسببه خطأ في قتل المجن عليه السيد احمد السيد حالة قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر حيث ثبت بتحقيقات النيابة العامة ان المتهم قاض سيارته باحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا وعايز اقولكم هنا ان السرعة المقررة قانونا في السحل الشمالي في الطريق السريع مية كيلو فقط وفي الطريق البطيء الخاص بالقرى السياحية ستين كيلو عشان كان فيه لغط عند الناس بشأن السرعة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق فتناصرت اشلاؤه تناصرت اشلاؤه عشان لما احنا برضو هنا انفرضنا بنشر ان الجثة انشطرت لاربع اجزاء الناس قاعدت تشكك في الكلام اللي احنا نشرناه النقب العامة هو تبقى دسمي قال تناصرت اشلاؤه وبداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوزة من المتهم على المادة المخدلة المشار اليها هذا وقد استجوبت النيابة العامة المتهم وتحقيقا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات والذي جزم وفق السابت بتقرير فحص العينة بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وهو ما ايدته تحريات جهة البحث يبقى احنا هنا عندنا احمد محمد ابو الفتوح او احمد فتوح لاعب نادي الزمالك او ظاهير ايصر نادي الزمالك في اسرع محاكمة من هذا النوع من القضايا لقضايا القتل الخطأ تم احالته الى المحاكمة الجنايات المختصة محكمة الجنايات المختصة بتهمتين القتل الخطأ القتل الخطأ وتهمة تعاطي المواد المخدرة وقيادته تحت مواد المخدرة خلينا نروح معكم لقانون المرور اللي انا شايف اني زمينا دلوقت المفترض نطلع نصوصه ونعيد نشره علشان هذا القانون هو الذي تم احالة به احمد ابو الفتوح لو روحنا القانون المرور يا زملاء بيقول ايه قانون المرور سوان عشان خطر ايه انا جايب لكم النصوص ومجاهزين قانون المرور اللي تتصدى بحسب لكل الحالات التي قد تتسبب في حوادث الطرق وفي مقدمتها قيادة السيارات في حالات سكر او تحت تأثير المواد المخدرة بعقوبات تصل الى سحب الرخصة والحبس المادة 76 من القانون المرور بتقضي بمعاقبة كل من قادة مركبة وهو تحت تأثير المخدر او مسكر او السير عكس الاتجاه في الطريق العام بالحبسة مدة لا تقل عن سنة ووفقا للمادة اذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر او مسكر او السير عكس الاتجاه اصابة شخص او اقصر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشر تلاف جنيه نروح بقى للمادة بتاعت احمد او الفتوح وافادت المادة انه في حال ترتب على ذلك وفاة شخص او اقصر او اصابته بعجز كلي يحاسب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سلاسة سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه وطبعا معظم الحالات الخاصة بالقتل الخطأ كان بيحصل فيها تصالح نتيجة ان الحق المدني زي ما حصل في قضية عسام صاصة عسام صاصة تم التصالح في الحق المدني واسخاطه الا انه في النهاية عسام صاصة تم الحكم عليه بالسجن ست شهور نتيجة قيادته تحت تأثير المواد المخدرة يبقى نرجع لحالتكم وقولكم ان النائب العام في احالة هي الاسرع في مثل هذا النوع من القضايا وفي غضون خمسة ايام من ارتكاب الجريمة تم احالة احمد محمد ابو الفتوة لاعب نادي الزمالك والظهير الايصر لنادي الزمالك والمولود في 18 مارس 1998 الى محكمة الجنيات بتهمتي القتل الخطأ لامين الشرطة التي تناصرت اشلاءه وفق بيان النائب العام والتهمة الثانية قيادة السيارة تحت تأثير المخدر وفقا لما ثبت في ما جاء في بيان النيابة العامة بان الطب الشرعي تم سؤاله والذي اجزم بما لا يدع مجالا للشك بان احمد محمد ابو الفتوح لاعب نادي الزمالك كان قد قاض السيارة تحت تأثير المواد المخدرة والتي حسمتها تحقيقات الطب الشرعي وتحليلاته بانها جوهر الحشيش المخدر يبقى وفق قانون المرور والمادة 76 من قانون المرور اللي زملائنا محمود الشربغي في قسم الحوادث هيطلعوها دلوقتي ويشتغلوا عليها ويفندوها التي تعاقب ثلاث اتهمات لو طلعت تأثير المخدر وما فيش اي اصابة في عقوبة سنة تاب لو اصاب من سنة لثلاث سنين تاب لو تسبب في وفاة يبقى من ثلاث سنين الى سبع سنوات ما لم يتم اسقاط الحق المدني الخاص بالمجن عليه كما حدث في قضية عصام صاصة وطبعا يجوز للمحكمة ان تنزل بالحد الادنى للعقوبة او تقضي بايقافها وفقا لقانون الاجراءات الجنائية المتبع في هذه الحالات يبقى احنا دلوقتي طبعا احمد محمد ابو الفتوح لاعب نادي الزمالك وزهير ايصر نادي الزمالك والذي كان قد خرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في شهر يناير 2023 واتهم اللاعب ولاعب اخر بتعاطي المواد المخدرة وخاصة الحشيش وهو ما ظهر في تصريح المستشار مرتضى منصور تمر الايام سريعا وما يعد السنة ونص إلا وتحصل الحدثة حدثة حصلت فجر الاحد الماضي تم احالة المتهم الى المحكمة الجنيات واعتقد ان محكمة استئناف الاسكندرية المعنية بجاهة التحقيق ستحدد جلسة عاجلة لنظر محاكمة احمد ابو الفتوح قد تكون الاسبوع القادم او الاسبوع بعد القادم لكنه ثابت من الاوراق ومن دلالتها ان المتهم محال الى محكمة الجنيات محبوسا ليس مخلى سبيله وفقا لما جاء في بيان النائب العام منذ قليل نعيد على حضراتكم اهم ما جاء في البيان بان اللاعب احمد فتوح تم احالته الى محكمة الجنيات بتهمتي رقم واحد القتل الخطأ رقم اتنين القيادة تحت تأثير مخدر جوهر لحشيش وفقا لما جاء في تحقيقات الطب الشرعي وما جاء في تحقيقات النيابة العامة وما ايدته تحريات جهات البحث كما ذكر النائب العام يبقى نقدر نقول هو اصدال السطار على الفصل الاول من جريمة منتصف الليل لاحمد فتوح لاعب نادي الزمالك الذي كان قابقا وسيني او قدنى من الانتقال للنادي الاهلي في شهر 11 اللي فات اثناء ازمته مع نادي الزمالك لكن اتت الرياح بما لا تشتهي السفن طبعا كل تمنياتنا يعني باعلاء القانون وتحقيقه وتطبيقه على كل المتجاوزين بشكركم شكرا جزيلا وكنت معاكم محمد سامي من صالة تحرير موقع مصر ان تكون قريباً قابقا وسيني